طيب محمود بالنسبة لنادي الزمالك كان فيه أخطاء وبعض المشاكل فنية في المباراة المضايزالة الزمالك يقدر يتلفاها في مباراة النادي الآية تعالوا أقول لك ايه أكبر مشكلة عند نادي الزمالك موجودة دايما في الحالة الدفاعية وهي عدم مسندة الأجنحة تاعة نادي الزمالك لظاهرين الجنب وخصوصا ان انت بتلعب دولة أربعة وما بتلعبش تلاتة فبعندك مساحات كبيرة شوية فده بتبقى الأزمة الموجودة دايما عند نادي الزمالك لو نشوف بالحالات عندنا مثلا مباراة الزمالك وبيرامدز هنشوف الحالة يمكن في الشوط الأول ما عرفش ايه موجودة بص هنا كريم دي هنا بص كريم حافظ عاوز بس اسألك سؤال هنا برضو دي اه اعتقد ده الهدف لو نيجب عمل أول بس شوية اعتقد ده الهدف بتاع نادي الزمالك نادي بيرامدز ما هي في الاول طيب نقف بس هنا نقف بس هنا عاوز أقول لك بص هنا نادي البيراميدز اللي هو مفروض أصلا ناقص منه عدد عاوز أبريك مفروض في زيادة عددية لنادي البيراميدز عنده خمس لعيبة قدام بالزبط خمس لعيبة من نادي الزمالك فين بقى الأجنحة بتاعة نادي الزمالك ودي المشكلة اللي كنا بنقول عليها للشيكابالا ما ينفعش بتدي من أول مباراة لأن الوركريت بتاع أول مباراة ببعلي جدا جدا بدنيا فما هو مقدرش يقوم بالدور ده زائد أن زيزو ساعد يبقى كسلان برضو أنه يرجع هنا فين الوينج رايد تاعة نادي الزمالك زيزو مش موجود في الكادر يا دوبك بييجي من ناحية تانية كان يوسف أسامة نبيه مش موجود في الكادر وبيرجع متأخر جدا جدا نكمل الحالات وهنا بيراميدز بيهاجم بكل الباكات بتاعته ودي طريقة شبيهة للنادي الآلي لما بيعمل زيادة عددية زي ما انت بتشوف هناك يعني الكرة بتتلاقي من محمد حمدي باكليفت للباك رايد بتاعة نادي البيراميدز وتعدي على كل اللعيبة وييجي الهدف حالة تانية برضو وريد برضو مدى البطء في الارتداد الدفاعي للأجنحة نشوف الحالة اللي بعدها نفس الكلام هنا برضو بص يوسف أسامة نبيه آه في لحظة واحدة بص يوسف أسامة نبيه فين وبص برضو نفس الكلام احمد فتح اتحرك زيزو سرحان مش مركز بخالص نكمل الكرة اللي كان فيها خطورة بشكل جبير جدا طول ما انت ما بتعملش المسندة الدفاعية يا كريم بالتالي ايه اللي هيحصل الاثنين سنتر باك والباكات بتاعتك هتطلع بره المكان عشان تغطي على المساحة فأول ما تطلع بره المساحة بتاعتك تطلع بره بيتك هيتكشف مساحات كبيرة جدا كل ده بسبب ايه شوف يا كريم الهاجمة لغاية كانت تخش جون والحد دلوقتي ما شفناش في الكادر لا الوينج رايد بالضبط واحمد فتحي جاي مفروض هنا مين اللي جاي معا أحمد فتحي مفروض اللي جاي معا الوينج ليفت بتاعة نادي الزمالك ولكن بقولك كان فيه كسلان بشكل كبير جدا موجود فيه الاجنحة بتاعة نادي الزمالك فدي من الاخطاء اللي لازم نادي الزمالك ياخد باله منها لان احنا لما شفنا بطريقة النادي الاقلي بيقوم دايما بزيادة العددية ودايما الباك بيزيد عشان يعمل الدبل باس مع الاجنحة ويبقى فيه دايما نزادة عددية جاعة 18 دي نقطة مهمة جدا لازم نادي الزمالك ياخد باله منه